اشتركوا في القناة الى جلسة تسعة سبعة والعلم احنا عندنا كمان اشكال من نقاب السادلة مصر يوم تمانية سبعة وكمان عندنا يوم تلاتين ستة الاستهناف يعني احنا هناخد القضاء كل درجات التقاضي سنستغل لها الاستغلال الامسل دفاعا عن حق سادلة مصر في نقابة بدون حراسة الحراسة هي حكم بالاعدام المدني على النقابات المهنية الحراسة تعطل اعمال النقابة وتعطل الخدمات التي تقدمها النقابة الى منتسبيها من اعنات او خدمات او اغاسات يستحقها الصيدالي المريض او الصيدالي التي حرقت او نهبت او سرقت صيداليته في الاحداث الاخيرة كل هذه الشكاة بترتدي لنا السادلة في جامعتهم العمومية الاخيرة جددوا السقة في مجلس النقابة وتقدمنا بهذه الاوراق اليوم وسنتقدم بها الى الاستناف دفاعا عن حق السادلة في نقابة حرة بدون حراسة قضائية عليها برضو بوجه بوجه انتباه الاعلام المحترم السلطة الرابعة الى الاهتمام بقضيتنا وعدم تجاهلها لان لو فردت الحراسة اليوم على نقابة السادلة فوارد ان تفرد الحراسة في الغد على نقابة الصحفيين او المحامين او غيرها من النقابات المهنية او العملية نرجو من الكل التضامن مع صيادلة مصر في رفضهم للحراسة القضائية المفروضة بدون سند او بدون وسائق تثبت هذا الحكم وان شاء الله احنا ماشيين في كل درجات التقاضي باذن الله واحنا كلنا ثقة في قضاءنا لان احنا لا ملجأ لنا الا القضاء واحنا نسق في القضاء ونسق في حكمه وستتقبل حكمه بمختلف درجاته وكمان احنا لنا الحق في الاعتراض او الاستئناف او الطعن او التقدم الى شكاوى في وزارة العدل اه 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 على على هذا او ذاك استغلالا لحقنا الطبيعي التي اللي عطونا القانون نعم فان والله لكل حدث حديث القضاء درجاته متعددة اه احنا هنستغل كل درجات التقاضي اه وحنستغل القرار الجمعية العومية برفضها للحراسة وتأييد سيقاتها وتجديد سيقاتها الى في نقاء في اعضاء مجلس نقابة في نقابة سادلة مصر وكل النقابات الفرعية في نقابة مصر وكل النقابات المعنى الطبية بترفض الحراسة و اه لكن في الاخر في دولة وفي قانون والاسنين لهم الاحترام الكامل اه وان شاء الله القانون او القضاء اللي فرض لحراسة هو هيكون نفس القضاء اللي حيلغي حكم الحراسة بازله كلنا ثقة في الحراسة وكلنا ثقة في عملنا اللي هو يعني حتى من ضمن النقط اللي ممكن اذكرها ان ارجو من الجهاز المركزي المحاسبات ان يشوف في خلال الساعتين الماضيين ده اذا كان في اي عضو من مجلس نقابة سادلة مستقادة بدل انتقال او بدل اقامة العضاء كلهم متجردين وبيبعدوا عن اي شبهة مالية في النقابة حتى اللي هو المستحقات المالية بتاعتهم في الانتقالات او الاقامة بيدفعوهم نجيبهم بعدا عن او نزاهة وتنزيه لانفسهم عن اي اموال من اموال السادلة اشتركوا في القناة